صباح الخير عن جديد لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا ونوصل لنحكي عن أن ننظم منتدى البرلمانيين العرب للسكين والتنمية بالتعاون مع الرابطة البرلمانية الأسيوية للسكين والتنمية وبالتنسيق مع نقابة المحامين ببيروت وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكين ندوة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي أو gender-based violence معنا بالستوديو دكتور سمر حداد نائبة رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكين والتنمية تنحكي معا أكتر عن هذا الموضوع أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا منورة الستوديو مرسي مرسي على الاستضافة كلكم زور مرسي إليك أول شي قبل ما نبلش نفوت نحكي عن هذا اللقاء وعن هذا الندوة بالتحديد خبرينها شوي عن المنتدى البرلمانيين العرب للسكين والتنمية شو أهدافه وكيف تأسس منتدى البرلمانيين العرب للسكين والتنمية تأسس سنة 2012 هو تجمع تطوعي بيجمع البرلمانيين والمعنيين بقضايا السكين والتنمية هو بيشكل مظلة لجهود هؤلاء البرلمانيين والمعنيين لهذه القضايا السكين والتنمية لمحاولة مش بس محاولة لجهود كتير كبيرة لتحقيق مجتمعات سالمة آمنة بتشتغل بالمساواة والكفاءة لحتى نقدر كمان نحقق الخطة 2030 اللي هي بتحقق أهداف التنمية المستدامة أكيد هلأ بنحكي كمان عن الخطة أكتر بالتفصيل ولكن من عدة المواضيع الاجتماعيين اللي المنتدى بيتبنيها كمان ليه تم اختياركم للعنف المبنى على النوع الاجتماعي هذه المرة المنتدى دايما عم يشتغل على الأهداف اللي بتحقق أهداف على الغيات اللي بتحقق أهداف التنمية المستدامة تم اختيار هيدا الموضوع بالذات لهيد السنة لأنه صرنا شفنا خاصة بجائحة كورونا شفنا ارتفاع كتير كبير بنسبة العنف العنف القائم على النوع الاجتماعي اللي أغلب ضحايا عم بيكونوا من النساء والفتيات هذا لا يعني أنه ما في ضحايا ذكور أو أطفال بس أغلب الضحايا والناجيات هني عم بيكونوا نساء وفتيات فنحنا أصرينا أنه نحنا لنقدر نعالج موضوع العنف أولا لازم ناخده موضوع للسنة نبدأ بالتوعية اللي كتير ناقصة عنها لنقدر نوصل للأكسس يعني نقدر نوصل لإيصال أولا المعلومة وتانيا الخدمات يعني نحنا رمقا عم نمشي خطوة بخطوة لنقدر نوصل لتحقيق يعني هداف ولقدر نحقق شيء على الأرض وننفذ على الأرض وطبعا هلأ رح نحكي كيف ممكن يصير هيدا التنفيذ وكيف ممكن أنه نحنا نقدر نوصل لإنه نأمن ونعمل مجتمع مثل ما نحنا بدنا هلأ نحنا بس نحكي عن العنف المبني على النوع الاجتماعي مثل ما ذكرت في عدة أنواع كمان معقول تكون عم تقطع قدامنا ويمكن الأغلب أو الأبرز هني العنف ضد المرأة وخاصة مثل ما ذكرت شفناهم بفترة اللوكداون أو الكورونا اللي قطعت ولكن شو هي الركائز اللي بيتكل عليها المنتدى كرمال يكون عم بيعالج هيدول الأضايا ويرقب أكتر وأكتر وخاصة العنف يعني أول شيء مثل ما أوضحت أنه هو ميزلة لجهود البرلمانيين والمعنيين في العالم العربي التركيز بيكون أولا على التشبيك التشبيك بين البرلمانيين وبين القطاعات العامة والخاصة تانيا خلق شراكات جديدة لما منخلق هذه الشراكات الجديدة عند المهتمين والمعنيين والعاملين على الأرض أنت ممكن أنك تكون عم تحقق لا بل أنت بتحقق خاصة لما بتعمل مثلا تشبيك على الأرض مع البلديات أو مع الجمعيات الأهلية هيدا اللي هني على تماث مع السكان والأكتر اللي هني بيقدروا يوصلوا للفئات المهمشة اللي هني أكتر حدا مستهدف مننا نحنا وكمان يعني بس نحكي بالبلديات أو المؤسسات كمان يعني فيه شراكة وفيه تنسيق كمان مع عدة جهات بخصوص هذا الموضوع شو هني الطرق اللي بنقدر نستعملها كرميل نقدر نكافح العنف يمكن على مستوى صغير أو مستوى أكبر أول شغلة أنه نحنا نشبك مع هيدا القطاعات تاني شغلة واللي هي أنا أدي كتير بشدد عليا الوعي التوعية بلش بالتوعية عنا بمجتمعاتنا للأسف هم نلاحظ أنه فيه كتير نقص بالمعلومات أول شغلة بدنا نبلش فيها هي التوعية بس نبلش بالتوعية وهون معلاش رحقول رحكون عم بخصص المرأة لما المرأة بتبلش تعرف حقوقها بتبلش تعرف تحصل عليها الطالب فيها بدها تخدر هي في كتير أوقات عم بتكون عندها نقص بالحقوق مع العلم أنه نحنا في عندنا نقص حتى بالقوانين المكتوبة بس فيه نقص بالحقوق عند المرأة لأنها تجهل هيد الحقوق أولا لازم تبلش تعرف بدنا نبلش نوعي حتى تعبير العنف القائم على النوع الاجتماعي بعده منه كتير قريب للسمع يعني مع أنه هيدا مستعمل من الثمانينات مستعمل من الثمانينات بالجمعيات النسائية بس بعده شوي مش عم نقدر نعمل تفرق بينه وبين العنف على النساء مع أنه هو فيه فرق لأنه هو يتضمن العنف بكل أنواعه حتى العنف على الذكور فإذا نحنا بدنا نبلش بالتوعي بعدين بدنا نبلش نخلق طرق للتمكين هيك نحنا منبلش نحرر المجتمع منبلش نحط فيه أسس مداميك لحتى نقدر نبنيه مثل ما نحنا عم نحلم فيه هلأ إذا بدنا نحكي كمان يعني يمكن العالم تعرف أكتر عن عنف الأسرة أو عنف الأطفال يعني فيتين بأشياء نسمع فيها دايما ولكن العنف المبني على النوع الاجتماعي يمكن جديد على أذن المشاهدين وما بيعرفوا كثير عنه ويمكن هو هذا كمان الهدف أنه نشر التوعي أو الوعي اللي كنا عم نحكي عنه كمان الندوة اللي صارت بثلاثين الشهر نهار الثانين ببيت المحامة ببيروت كمان خبرينا أكتر شو تضمنت هيدا الندوة وشو كان أبرز من كان أبرز المتكلمين فيها هيدا الندوة هي عملت ببيروت أولا اللي أنا بقول عاصمة التشريع ثانيا بلبنان لأنه لبنان هلأ رئيس لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بشخص معالي النائب بيير بوعاصي فهيدا الندوة كان الاختيار أنه تنعمل ببيروت الاختيار الثاني ببيت المحامة كونه عند المشرعين عند الحقوقيين اللي هني أكتر ناس بدون يشتغلوا على تطوير القوانين لتتماشى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المؤتمر سار بـ 30 متل محاضرتك تفضلت ببيت المحامة مع رابطة البرلمانيين الأسيويين للسكان والتنمية ودعم الـ UNFPA طبعا التنسيق الكتير كبير هو معنى قابة المحامين اللي أنا كمان بدي أغتنم الفرصة ووجه تحية كتير كبيرة لنقيبنا المميز والمتميز الشيخ ناضر كاسبار اللي هو الداعم الأول لحقوق المواطن بشكل عام وحقوق المحامين بشكل خاص تم إنشاء كمان بنقابة المحامين لجنة السكان والتنمية ليكون عملها متوازة على الأرض مع عمل المنتدى فكل هود الجهات كانوا جهود متشاركة مع بعضا لحتى نعمل هذا المؤتمر ببيت المحامة بمشاركة برلمانية واسعة أولا وجمعيات أهلية بلديات كوا أمن كانوا موجودين كان فيه ممثلين عن جهات رسمية كمان والأهم منهم كلهم أنا كلهم باهتم فيهم وكلهم باحترمهم وكلهم بقدر إنهم شاركوا معنا واهتموا بهذا الموضوع المتكلمين بهذا المؤتمر كانت الرئيس نازك الخطيب النيابة العامة الاستقنافية ببعبدة والرئيس رانيا رحمة قضاء العجلة بجديدة بالمتن وكان فيه الكولونال جوزاف مسلم اللي كان حديث كتير مشوق عن قوى الأمن ودورة بالاستجابة لشكاوى العنف ومن ثم كان فيه مداخلة لدكتور رجل علي كمان جمعية أهلية بحوار الحضارات وكانت السيدة أميرة سكر رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث سونا جربنا إنه يكون فيه نحوي الموضوع من كافة جوانبه كيف استجابة ودور النيابة العامة إلى دور القضاء العجلة ومن ثم الاستجابة قوى الأمن وأنا بحب نوه هون إنه شي كتير مهم إنه بلبنان استجابة قوى الأمن هي الأولى من نوعها يعني بغير بلدان ما بيدخلوا قوى الأمن فيه تدخل فقط قانوني للنيابة العامة وفي بعض الدول فيه طلبات الحماية لكن قوى الأمن الاستجابة لشكاوى العنف هي موجودة عندنا في لبنان وهي دي ميزة كتير مهمة وطلعنا الكولونال مسلم على أشياء نحن ما كنا عارفينها كنت عم لاحظ إنه عم تمرق عندكم بالدعايات اللي هي الرقم الخاص لشكاوى العنف السبتعاش أربا وخمسين اللي هي نوع من أنواع التوعية إنه مش بس الضحية بتبلغ صحيح نسبة التبلغ من الضحية صارت ستين بالمية بس لازم يكون فيه تبلغ ما تخافوا تبلغوا إذا أنت جار أو أنت حدا مارئ عم بتشوف هيدا العنف ما تخاف تبلغ ما رح يخذوك على الحابس يعني كمان هيدا من ضمن التوعية اللي اتحفنا بالبرزنتيشن الكولونال مسلم وخبر كتير إشياء كانت حتى لقلنا لبعض الناس كانت شوية بعدها مغلوطة وضحها وكانت مداخلة كتير موفقة والقضاة اللي حكيوا عن بعض الناقص خليني يكون شوية أجرأ وقول الناقص مش بعض الناقص لأنه فعليا نحن نعاني من نقص بالمواد القانونية المكتوبة مع هيدا تحية كتير كبيرة لجهود القضاة خاصة بأزمة كورونا وأكتر من هيك بعد تفجير المرفق كمان جهودهم الجبارة اللي هني صاروا يجتهدوا لحتى يقدروا يحوطوا شوي ويخففوا شوي من نسبة هيدا العنف اللي تفشى واللي عن جد كان جائحة الظل في ظل جائحة كورونا مية بالمية كمان وخاصة لما نكون عم نقول أنه الحقوق الأشخاص اللي ما بيعرفوا فيها يعني هيدا أهمية التوعية مثل ما ذكرت حضرتك كمان دكتور يعني بس نقول أنه فيه أشخاص بيبلغوا يمكن بيخافوا يبلغوا أو بيخافوا يحملوا التليفون ويدقوا على الرقم المخصص لأنهم بيقولوا ليك ما بدنا حدا يعرف أو ما بدنا نزيدها للفكرة للخبرية ولكن في كتير أشياء يمكن ما بيعرفوها يعني أنا كمان بالمقابلات اللي بعملها بخصوص هيدول المواضيع بصير اتعرف أكتر وأكتر على هيدول الأشياء فهيدا أهمية هيك ندوات كمان ولكن مكافحة العنف نحنا بمجتمعنا بنعرف يعني أدي أهمية هيك موضوع أو أدي أهمية هيدا شيء كرمين كون كمان عم نتقدم لأدي أول شيء مكافحة العنف هو اللي بيوصلك أنك أنت تقدر تبني مجتمع آمن خاصة أنه نحنا هلأ بالذات بهيدا الفترة نعاني من فقدان الأمن بجميع أشكاله سواء اقتصادي ولا غزائي ولا أمن ولا قضائي والصبح تطول إذا بدي عد كل أنواع الأمن فإذا نحنا لما بدنا نكافح هيدا العنف أولا أنت عم بتبلش تبني مجتمع سليم عم بتبلش تعمل استقرار بالمجتمع الشي اللي هو مفقود هلا من شان هاك كمان أنا رحقول أنه نحنا خارطة الطريق لألنا كمنتدى مع لجنة السكان والتنمية بنقابة المحامين اللي قريبا جدا رح يكون فيه توقيع لمذكر التفاهم بيناتهم وبوجود وجهود الرئيس المعالي النائب بيار بوعاصي المعروف بجرقته بصلابته بأنه هو دايما عنده كلمة الشباب هن الثروة والمرأة عنده هم يعني تمكين المرأة من وقت اللي كان بوزارة الشؤون الاجتماعية خلق أصلا نظرة جديدة للعمل للعمل الاجتماعي فنحنا خارطة الطريق عنا واضحة جدا بنا دوات توعوية بالتشبيك مع البلديات وجمعيات أهلية اللي كتير بهمنا أنه نحن نوصل أولا للفئات المهمشة اللي هي أكتر عالم عم بتعاني واللي هي أكتر عالم ممكن أنه بهيدي المعاناة تخلق لك معاناة بمجتمعك كونه العنف هو نوع من الأنواع اللي بتولد أزمات اقتصادية مما يعني أنك أنت عم بتولد الفقر والفقر لما أنت بتخلق فقر يعني أنت عم تخلق مش بس العنف عم تخلق العنف الجسدي عم تخلق العنف المعنوي اللي نحن كتير بحاجة بين هلالين أنه يصير في عنا نصوص مكتوبة للمحاسبة عم تخلق العنف الجزائي عم تخلق أبشع أنواع العنف عم بتكون موجود إضافة كمان ما علاش خليني الفط النظر لشغلة خاصة عند الفئات المهمشة اللي هو أنواع العنف اللي منتشر جداً بكل عالمنا العربي اللي هو زواج القاصرات اللي هو كمان هيدا هم من همومنا اللي نحن نقلر بهيدي خارطة الطريق رح يكون كمان عم نمشي بهذا الموضوع لمكافحة هذا النوع من العنف قبل ما نفوت بالأكشن بلان اللي محاضرين كمان للألفين وثلاثة وعشرين بس حبيت علق على كم شغلة كمان ريتا أنه رئيس المنتدر البرلمانيين للعرب للسكان والتنمية بوعاصي كمان شدد أنه أهم شغلة توفر الوعي بشأن المشكلة وتحديد عناصرها والتوعية كيدرك كل مواطن حقيقة هذا الموضوع ومضى خطورته يعني نحن مش بس توعي أنه في الحقوق أو في الأشياء اللي فينا نعملها ولكن خطورة العنف بالمجتمع اللي كنا هلأ كمان عم نحكي عنه وكمان ذكر بالآخر التحلي بالجراء لتخط كل الحواجز كانت اجتماعية دينية ثقافية وكذلك بالواقعية بحيث لا ندعي تغيير المجتمع بشكل جذري ولكن لابد من مراكمات الجهود في هذا المصال يعني مهم نشتغل تنوصله مش رح نغير بين ليلة وضحاها ولكن خطوة خطوة لقدان طبعا لا يعني أنه نقعد نتفرج نحن بدنا نشتغل طريق طريق الألف ميل يبدأ بخطوة والمسابرة هي الأهم وتعاضد الجهود كمان منه شي سهل هو هيدا كمان اللي بيقدر يوصل أكيد وهنا يمكن بنوصل تنحكي أكتر عن الأكشن بلان للألفين وثلاثة وعشرين والخطوات اللي محاضرين لكمان كرميل تكونوا عم تشتغلوا بهيدا السنة طبعا الأكشن بلان نحن مش بس بلبنان الأكشن بلان هو منتشر بكل العالم العرب خليني أحكي أكتر عن لبنان لأنه بوجودنا هلأ نحن بتلفزيون لبنان بالزيد وخاصة أنه الرئاسة هلأ للبنان رح بلش من لبنان بلبنان نحن أول شي عملنا لجنة السكان والتنمية بنقابة المحامين اللي مثل ما سبقت وقالت أنه هي المقر الحقوقيين اللي هن بيبلشوا بالتشريع اللي هو أكتر شي نقصنا اللي لازم نبلش نحطه نبلش نشتغل نحنويا وأنا فعلا يعني بحمود ربي أنه عنا نقيب ناشيط وبيدعم وبيهمه حقوق الوطن حقوق العفوان المواطن والمحامين وكمان في عنا أودات لا يستهان بهم وفي عنا مشرعين مش سهلين يبقى العمل يعني شوي تحريك عجلة العمل فهيدي أولا نحن رح نبلش بلشنا بإنشاء لجنة السكان والتنمية اللي رح تمضي مذاكرة التفاهم مع المنتدى بعدين في عنا التشبيك مع البلديات التشبيك مع البلديات اللي نحن حكينا مع مجالس بلدية وكان حاضر معنا كتير من المجالس البلدية بمؤتمر اللي صار بـ 30 وكان فيه ترحيب يعني لا يوصف لا يوصف فعليا وحطوا كل إمكانيات البلديات على صغرة بالوضع المأزوم اللي نحن فيه قدام خطة المنتدى بمحاربة العنف فنحن أول شغلة رح يكون العمل مع البلديات على التوعية من ثم رح ننطلق أكيد للتشبيك مع الليجان البرلمانية اللي كمان البرلمانيين اللي كانوا حاضرين بالمؤتمر واللي مشهود لقلهم بتقديم مشاريع الأقوانين وبالشغل الحثيس على محاربة كل أنواع العنف وخاصة العنف الأسري كمان نحن فيه تشبيك معهم وبكل الحالات هنه مش بس برلمانيين هنه معنيين بقضايا السكان والتنمية وكمان شغلهم يعني هنه أصلا كتير متحمسين وكتير بدهم لأنه ما بفتكر حدا وطني مواطن وطني لبناني ما بده أنه يحسن الوضع بلبنان فهيدا كمان إحدى الشغلات بالأكشن بالخارطة الطريق اللي نحن حطينا اللي هو التشبيك مع البرلمانيين التشبيك كمان مع الوزارات اللي رح تهتم والبعدين والبعدين رح نوصل للتشبيك مع الجمعيات الأهلية اللي هي أنا مثل ما سبقت وقلت وبكرر وبشدد الوصولة للفئات المهمشة هو اللي بهمنا كتير هنه اللي على الأرض هنه اللي بيقدروا يوصلوا للفئات المهمشة اللي هنه بالنسبة لأنه الهدف الأكتر الأكتر يعني نحن أكتر شي بدنا بدنا نوصله هنه هو الفئات المهمشة لأنه أكتر حدا صعب أنك توصله على أمل أنه كل الجهود تكون معنا وتتضافر مع بعض لأنه لما منكون كلنا سواقيد وحدة مش ممكن إلا ما نوصل لشي إلا ما نوصل لهدف إلا ما نضوي شمعة بالعطم وبس نحكي عن العنف يعني يمكن كتير أشخاص بتروح على العنف الجسدي ولكن نحن كل شخص عم بيقطع بمرحلة يمكن عم بيتعرض للعنف بمطرح من المطارح من وراء المشاكل كمان اللي عم بتصير يعني عم نشوف أوقات على الطريق واحد بيكسر على الثاني بيصير وعايته على بعض منلاقي صار في مشكل وعم نعرف كل واحد قد يتراكم عليه مشاكل صحيح ومتل ما ذكرتي يمكن الأشخاص الفئات المهمشة بالتحديد وكمان النساء والأطفال يمكن هن الأشخاص اللي بيتعرضوا أكتر شي للعنف بهيك حالات لأنه أضعف من غيرهم أو يمكن مش ممثلين بطريقة متل ما هنم فاكرين أو متل ما هنم ما عارفين إنه ممثلين كمان فعم بيقوم المنتدى وكتير كمان من الجهات المعنية بالقيام بهذا الدعم اللي هو لازم يكون موجود طبعا فيعطيكم ألف عافية من هالناحية شو بتتوجه رسالة للأشخاص اللي عم بيعانوا أو بيعرفوا حدا عم بيعاني من عنف كمان إن كان من وراء نوع الاجتماع إن كان أسرة إن كان حالا نوع عنف عنف بشكل عام وخايف أو متردد يبلغ أو يحكي بالموضوع أول شي اللي بدي أقوله إنه لازم يكون في عنا الجرأة هيده أولا لازم نكون جريئين إنه نحنا بدنا نغير إنك أنت تعيش داخل كوكون العنف هذا غير مقبول لأنه العنف رح يمس جسديا ممكن معنويا يعني رح يمس بكرامتك لما بمس فيك معنويا يعني أنت بلشت تتغير كإنسان ما حدا لازم يقبل إنه يكون عم ينمس في بهذا الشكل أولا الجرأة ثانيا لازم يكون في عنا الإقدام أربوا تشكوا منكن لوحدكم لازم تعرفوا إنه أنتو مش لوحدكم متل ما في نحنا في غيرنا وعن جد قوى الأمن استجابتها رائعة الأودات عنا استجابتهم أكتر من رائعة لبل عم بيكون في عندهم إجراءات عم يتخذوها ولو في تكبيل بالقانون عم يقدروا يعملوا إجراءات ليخففوا الوطئة العنف عن المعنف وعم بيحاولوا أدمى فيهم إنهم يحموا الضحية فإذا أنتو مش لحالكم ما تخافوا خدوا أول خطوة نحنا ما فينا نعرف إذا أنتو مخبرتونا خبرونا لحتى نحنا نكون حدكم لما منكون نحنا حدكم يعني أكيد إلى حد ما رح نكون عامن لكم جدار من الحماية كلنا مع بعض بهيدا الجدار من الحماية تععوا عرفوا شو حقوقكم بالأول خلونا نحنا نساعدكم لحتى تخدوه ونحنا حدكم وهذا كمان بيخلي الشخص يكون هو كمان نوعا ما سفير كمان يقدر ينشر التوعية أو يقدر ينشر كمان الجرأة يمكن يخبر غيره شو صار معه ويقدر غيره كمان يكون عنده هذي الجرأة كمان هو يقوم بهذه الخطوة وبعتقد خارطة طريق تبعكم كمان كتير طويلة وكتير كبيرة موسعة وأكيد بيكون عندنا لقاءات تالية نحكي أكتر بالتفاصيل عن كل الأشياء اللي رح تقوموا فيها وبالتحديد هذا المنتدى يعني كان شي كتير حلو مثل ما ذكرت كمان كان كتير ناجح وإن شاء الله العالم تكون أكتر وأكتر على وعع هذا الموضوع إن شاء الله بوجود الإعلام المتميز مثل كون أكيد نحنا رح نقدر نوصل رسالة مثل ما لازم توصل للمواطنين وأنتو جزء كمان من الجهود اللي حكيت على المتضافرة اللي بدت تنشر هذا الوعي بشكركم كتير أكيد الأعلام بالنهاية عنده مسؤولية كتير كبيرة بنشر الوعي وكمان يوصل للمشاهد أو لحياة اللي حدا عم يسمع إنه في عالم حقكم في عالم تدعمكم ما تخافوا قوموا بالخطوة لأنه خطوة صغيرة بتغير كتير بالمجتمع وهذا أهم شي نفكر فيه بدي أشكر وجودك كتير دكتور سمر حداد نائبة رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية وإن شاء الله بكل التوفيق مرسي مرسي لألكم مرسي دعتيكم العافية قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأعداد متسلقة الجبال المحترفة جويس عزام لدورة جديدة كسفيرة وطنية للنواية الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بلبنان من خلال نزهة إرشادية كانت من خمسين شخص بقيادة عزام بجبال الشوف فريقته الصوير أحلى صباح الخارجة ويكب هيدا النزهة ورجع لنا بهيدا التقرير موسيقى من خلال نزهة جمعنا عمد من خلال نزهة مبين شبال من خلال نزهة تقرير من خلال نزهة من خلال نزهة موسيقى We have many backup plans in the event it rained but instead we got a glorious sunny day to celebrate. We have a number of speakers who have kindly offered to reflect on this important moment of bringing Joyce in as part of the UN family as UN Women's National Goodwill Ambassador here in Lebanon. So I'm not going to abuse my role as MC and I'm going to move us along. But I did just want to reflect a moment or say how excited we are as UN women that Joyce has agreed to join us here she is for two years to raise awareness on women's rights and gender equality and that together and with so many other women like her including many of whom are here today so thank you we have with us the triathlete Lindsay Nader the Olympic skier Manun Aueses we have footballer Haya Najad who we're going to hear from also later this morning and many others who couldn't be here who have done incredible things like Joyce such as Tima Deryan and Rawan, Dakik all of you we look forward to partnering with you to partnering with Joyce to continue to inspire generations of girls and boys women and men to overcome gender stereotypes to challenge the gendered norms that often dictate who we should be and what we should do and to achieve our dreams While walking in this train Nizar if you know Nizar Nizar is the director of the Shuf Biosphere it's one of the 18 nature reserves we have in the country and he actually showed he showed me a medicinal plant what was the name Nizar in Arabic in Arabic and he gave me a bit he said this is great people in the Shuf use it it calms everybody and I said we need to perhaps we need to perhaps boil some for everybody in Lebanon particularly in government these days particularly in the judiciary to calm down and think of the beauty of this country and the assets we have so when we celebrate joyce we celebrate the person of course we celebrate a person an achiever but we celebrate a model we celebrate a model and we send a message from Lebanon about a successful woman who's been doing these fantastic jobs across the world although the country is in deep crisis or multiple crises as the UN language says but we're still full of assets I'm really happy from being in the Shuf I'm really happy in the Shuf almost every hour I go to the beautiful in Lebanon حاول أن أكتشف حقيقة ليس فقط جمال لكن كما معلي اكتفضضت السكان لبنان وهذه الكوادر وقدرات التي موجودة sorry for for this small introduction but I am emotional I am so so happy to be here so allow me to explain why I am so happy there are many reasons of course the first one is because we are celebrating Joyce today her efforts and commitments to promote and advance on women's rights and role in Lebanon but there is a second reason because of the great efforts by my colleague Reiter she has always undertaken efforts to promote women empowerment and women's agenda in this country and finally as I mentioned in Arabic maybe some of you you know that I am always keen to discovering the beauty of the country and I regularly hike in the mountains of Lebanon but today again we are here to pay tribute to Joyce so dear Joyce your life your achievement and proven commitments are extraordinary I am so happy to be here and grateful and honored to speak to you today as a UN women goodwill ambassador for Lebanon this appointment shows UN women's continued commitment to women and girls in the country and across the region and the world and I am very proud to play a part in furthering this work honestly I already feel the excitement little bit of responsibility actually a lot of responsibility in my role I intend to connect with different communities across Lebanon advocating to influence people to support women and girls and to promote women's rights together with UN women I will draw attention to the priority issues for women's empowerment and gender equality both in sports and in other sectors for the longest time I've been criticized for the sports I've played I always tried my best to challenge these negative comments and negative people and prove to them that women are strong enough they are powerful enough and are able to reach the same positions as men Dr. Joyce is an inspiration to many of us her being the only Lebanese woman to climb all seven summits is a huge inspiration her achievements have empowered many young women and many young girls to pursue their dreams and fight for their and fight for their dream until the end without allowing obstacles to get in their way so amongst all of us from the international community from Lebanon we have all the elements that we need to have really the solidarity that's needed to move towards more women's empowerment that's what this is all about so welcome Joyce thank you very much for joining our family thank you very much 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 thank you very much